هندي في سفر الاعمال في كده طريقة لدراسة اي سفر في كتاب مقدس قبل ما نخش في قرية اي سفر لازم ناخد صغير هقولها بشكل مجموعة اسكلة ويس احنا كخدام حتى نعلمها لولادنا اللي هو عشان يفهم السفر ازاي انا دايما بقولها للصغيرين ازاي عشان يفهموا هقول لي مثلا لو انا صحية الصبح لقيت في البريف لودة بتاعي كده لقيت فيه جواب مش كده? اول سؤال بسأل نفسي ايه? الجواب ده جاي من مين? مين اللي بعته? الحاجة التانية لو احنا في البيت بقى كزا حد الجواب ده جاي لمين فينا? السؤال التالت الجواب ده يخص ايه? احنا مسلا عم مستنين مسلا معاد من الفوتسنترال عم مستنين معاد من مجرخون عندنا مش كده? مستنين حاجة معينة فالجواب ده جاي يتكلم بخصوصها والمهم التاني تاريخ الجواب ده امتى? لان التاريخ اللي فيه جواب مهم لانه ليه علاقة بالحدث اللي بيتكلم عنه الرسالة دي مش كده? والظروف اللي احنا عايشينها واللي تخص الرسالة ده مهم? يبقى دايما دايما عشان افهم اي رسالة جاية اي جواب اي سفر في كتاب المقدس بسأل نفس الاسئلة دي مين اللي كاتب؟ كتبها المين؟ كتبها ليه؟ كتبها امتى؟ الناس اللي مكتبها لهم السفر او الرسالة دي كان ايه الظروف اللي عايشين فيها بتاعهم سواء الهيستوري بتاعهم الجيوجرافي القلشر بتاعهم عشان افهم؟ لما ادخل في السفر افهم هو بيتكلم عن ايه؟ كتبها بقى ان لغة ده مهم. الظروف اللي هو نفسه كان بيمر بيها الكاتب ده مهم. فبنسهلها على نفسنا كده اه بنعمل خريطة دي كده لولادنا دايما عشان نقول لهم عشان ندرس اي سفر في الدنيا نجواب على الاسئلة دي. مين اللي كتبها؟ كتبها المين؟ كتبها امتى؟ كتبها فين؟ كتبها باني لغة؟ كتبها ليه؟ وايه الباكجراوند او الظروف اللي كانت موجودة عند الناس اللي كتب لهم؟ السفر كده لما خش بقى في السفر سواعد قديم واحد جديد اقدر افهم هو بيقول ايه؟ بيتكلم عن اي مشكلة الناس دول اتبعت لهم الكلام ده ليه؟ ساعات بناخد كتاب المقدس على انه مجرد دروس روحية وتأملات روحية ده كويس بس مش هو ده كل كتاب المقدس. يعني مكر اخد مثلا رسالة بوليس الرسول مثلا لأهل غلطية. وقعد اطلع منها دروس روحية وتأملات ده شيء جميل بس ده مسموش بايبل استادي. بايبل استادي لازم ادرس بقى مين غلطية دول والزروف اللي كان بتعدي بها الكنيسة وليه بوليس كتاب لهم؟ وكان بعث يحل لأني مشكلة عشان كده بوليس قال ايه؟ والاية دي اتفهمت ازاي؟ واللي وصلت لهم الميسيج كان عايز يقول لهم ايه وهكزي. فدي شوية اسئلة بنجاوب عنها. هناخد تلكسامبل كده يعني سفر الاعمال. اول حاجة جميل كلنا عارفين ان كتب سفر الاعمال هو القديس لوقة الطبيب. كلمة لوقة اسم يوناني معناها لوكاس معناها حامل النور او المنير او المستنير يعني دي كلمة لوقة. كان اممي ما كانش يهودي وكان من انطاكيا سوريا وكان شغلته رسام وطبيب. كان شاطر قوي في حتة التاريخ عشان كده لما تقرس في الاعمال وينجيل لوقة اللي هم متميزين جدا بانه بيكتب تاريخ دقيق جدا وبيكتب جواجرافي كمان دقيق جدا. يعني لما يجي مثلا يذكر معجزة المسيح يذكر هي فين بالزبط. وكانت قابل ايه بكم يوم وبعد ايه بكم يوم وهكذا. فهو كان ضغي جدا لما تقرؤ بقى رحلات بودرس الرسول اللي موجودة في سفر الاعمال تلاقي في منطهة دقة. بعد كم يوم رح نفعله بعد كم يوم ودي مكانها فين. والميناء ده شكله ايه بالتفصيل الجغرافي والتاريخي. طبعا معروف عنه ان هو رسم اول صورة لامنا العذرة. اعماله او كتاباته كتب انجيل لوقة وكتب سفر الاعمال. في رأيين مين هو لوقة. في رأي يقول ان هو كان احد السبعين رسول اختاروا المسيح وان هو قد يكون احد المزايا عموس. ده رأيي. في رأيي تاني بيقول لا خالص ان هو امن بالمسيح على يد بولس الرسول واشترك معاه في الخدمة. عشان كده مثلا لما هو كتب سفر الاعمال لحد بداية الرحلة التانية كان بيتكلم بصيغة انه راحه وجم عمله قاله. من اول الرحلة التانية هيبتدي يغير لصيغة نحن اقلعنا زهبنا مش كده. معنى كده ان هو بقى جزء من التيم اللي شغال مع بولس الرسول. فدور رأيه قد يكون واحد من السبعين رسول وقد يكون امن على ايد بولس الرسول واشتغل معاه. وفي ادلة كتير بتايد الرأي ده وادلة بتايد الرأي ده مش نخش في تفاصيل انا مش بشرح سفر الاعمال بالتفاصيل انا بس بدي فكرة ازاي نعمل في اي سفر. مش بس راح سفر الاعمال يا. السؤال التاني كتبوا المين. هتلاقوا في البداية مكتوب لوحد اسمه ايها العديز ثاوفيلوس. ودي نفس الكلمة اللي استخدمها لما كتب انجيلي. بقى معنى كده ان الانجيل وسفر الاعمال هم وان بوك في تو بارتس. مش كده الاولاني بيشرح حياة المسيح والتاني بيكمل من اول صعود المسيح لحد انتشار الكرازة لحد روما. العديز ثاوفيلوس ده برضو فيه قراءة كتير بيقولوا ان كلمة العديز دي ممكن ناخدها يعني في حد قال انها بمعنى ان هو شخص عزيز على لوقة مسلا في معرفة شخصية بينهم. وحد يقول لقى العزيز دي حاجة كده زي الماستر او السيد يعني حد شخص ليه مكانه او ليه وضع فيه المجتمع. كلمة ثاوفيلوس معناها محب الاله. في رأي غريب قريته برضو اقول لكم ما عافش ماذا صدقه انه ان لوقة نفسه كان شغال عند العزيز ساوفيلوس ده او السيد ساوفيلوس ده. وانه ساوفيلوس ده ساب لوقة من خدمته ويخلا يتفرغ في دراسة الطب. وبعد كده لما جيه يكتب الانجيلوس في الاعمال بعتهم له. وفيه اراء تانية قالت انه قد يكون شخص زو ما كان اجتماعي في اسكندريا. انا بقول لكم كل الاراء وطبعا كل رأي ليه اللي يقيده واللي ينفيه فمش مش ده وقت الدتيلز يعني. اتكتبت فين? اتكتبت في روما. اه في اني وقت بالزبط في السنتين اللي قعدهم القديس بولس راسون في بيت استأجره لنفسه في سفل. لما تقروا كده اعمال ثمانية وعشرين اخر قايتين تحت كده ان بولس قعد سنتين في بيت استأجره لنفسه. كان حاجة كده بلغتنا النهاردة اسمها تحديد اقامة. يعني بولس ما كانش محبوس لكن كان متحدد اقامته في البيت ده. هو اللي اجر البيت ما كانش في السجن يا. في السنتين دول كان معهم لقى من سنة اتنين وستين لاربعة وستين. واستغل للوقت ده وكتب فيه سفر الاعمال. يبقى تكتبت في روما وفي السنتين دول. ايه الدليل بقى ونتكلم اكتر على حتة ليه بنقول ان هو تكتب في الوقت ده من اتنين وستين لاربعة وستين. ده راجل بيكتب الهيستوري بتاع الكنيسة. كويس. عندنا حدث مهم جدا حصل في القرن الاول سنة سابعين ملادية اللي هو خراب ورشاليم. فطبعا مستحيل اللي هو اللي بيكتب تاريخ الكنيسة يعدي الحدث بتاع خراب ورشاليم وما يكتبوش. يبقى ده السفر ده تكتب قبل خراب ورشاليم. البوينت التانية هو ماشي مع بوليس بيكتب كل تفاصيل رحلاته وخدمات بوليس. فمعقولة ما يسجلش حدثة استشهاد بوليس. يبقى ده معناها ان السفر ده تكتب قبل استشهاد بوليس. بوليس استشهد سنة من سبعة وستين لتمانية وستين. يبقى السفر ده اتكتب قبل كده. سفر الاعمال بيخلص في الحتة دي اللي هو بيت استقجاره النفسه في روما. كلنا عارفين بعد كده من تاريخ بوليس ان تم اطلاق صلاحه سنة اربعة وستين. وعمل رحلة كرازية تانية بس مش متسجلها في سفر اعمال. بعد قالت ان الرحلة دي كمل بها بقيت اوروبا. بعد قالت انه خد بقى من روما لحد اسبانيا. يعني خد اوروبا كلها بالعرض يعني. بس دي مش متسجلها في سفر اعمال فما عندناش حاجة كتابية عنها. وبعد كده اتقبض عليه في روما سنة سبعة وستين واستشهد. يبقى ازاي الدليل القوي ان ده كتب على الاقل قبل سنة اربعة وستين. ما ذكرش خراب اورشاليم وما ذكرش استشهاد بوليس وقف عندك. يبقى كده جاوبنا على كم سؤال. مين والمين وامت. كتب بان لغة هو نفس اللغة اللي كتب بان انجيل اللي هي اللغة اليونانية. دي كانت لغة الثقافة والعلم في الوقت ده. وتقريبا العهد الجديد كله تكتب باللغة اليونانية. لكن على موضوع الحديد الاقامة هل هو حد الاقامة بنفسه؟ لا بصي بوليس الرسول لما بعثوه من الشرق الاوسط لروما لما هو رفع دعواء الى قيصر قال لهم الى قيصر ان رفع دعواي. لما وصل روما الدعاوي اللي عليه مكادش يتستاهل الحبس. فهو بس هيعد يستنى انه يقف قدام كرسي قيصر ويحاكم. عشان كده ما سجنهوش وسبوه يختار المكان اللي يقم فيه بس يبقى مكان محدد وعارفينه. ها كده بسميه تحديد اقامة. وده نفس اللي حصل مع بوليس في قيصرية. لما ابض عليه الرومان في قرشليم وعد بقى بسلسلة محاكمات قدام اغريباس وقدام فليكس وقدام كذا. وفيستوس وغيره وغيره. في الاخر في الاخر قعد سنتين في قيصرية برضو تحديد اقامة. وتلاقي سيف الاعمال بيقول ان الاردر اللي اداه الملك ساعتها انه ما يمنعش حد من اصحابه ان هما يزروا او يتكلموا معاه. لكن بس عشان بمعروف ما كانوا فيه. لكن الدعاوى اللي عليه لو تلاحظي حتى الامير وهو بيبعث بوليس قال ان يعني انا شايف انها مش زكاء يعني مش حكمة انه لا يبعث اسير ولا اشير للدعاوي اللي عليه. فمعنى كان هما علاهوش دعاوي تستاهل الموت. زي ما اتقال كده في سيف الاعمال يان. انما شيء يستحق القتل فلا يوجد. يعني بس وقد عنده مشكلة مع اليهود يان. وفي الوقت ده ما كانش فيه اضطهاد روماني للكنيسة. الاضطهاد الروماني للكنيسة بدأ في عصر نيرون. لكن لحد تقريبا يعني ستناية القرن الاول كان الاضطهاد كل يهودي. بالعكس كان الدولة الرومانية مش ضد المسيح بالعكس كانت مسنداءهم. لو تشوفوا تاريخ بوليس رسوله المحاكمات بتاعته اللي عدى بيها كان دايما الرومان يحموه من مؤامرات اليهود. في الحد لحد ستنات القرن الاول ما كانش لسه الاضطهاد الروماني بدأ. كان الاضطهاد كله يهودي بس. كتبها باللغة الونانية كتبها ليه بقى؟ اول حاجة عشان يكمل الانجيل. الانجيل بيحكي قصة حياة المسيح لحد الصعود. سفر الاعمال يكمل من الصعود لحد وصول الكرازة لروما. يسموه سفر اعمال الرسل او انجيل اعمال الرسل. يسموه الانجيل الخامس يعني دي اسامة كتير خالص يعني. هو السفر التاريخي الوحيد في العهد الجديد. تعرفين تقسيمة العهد الجديد. 4 بشاير. سفر التاريخ اللي هو اعمال الرسل. 14 رسالة البوليس. سبعة كاسيليكون. واحد سفر نابوي اللي هو سفر اي. والكاسيليكون التقسيم بتاعها سهل جدا. هما سبعة. تلاتة يوحنة. اتنين بطرس. واحد يعقوب واحد يهوز. حتى لما تحفظه اولادكم في مدرس احد. تلاتة اتنين واحد واحد. تلاتة يوحنة. اتنين بطرس. واحد يعقوب واحد يهوز. سبعة كاسيليكون. الضابل بتاعهم. 14 يبقى بوليس. يعني ممكن تحفظه اولادكم العهد اللي عادة يكتده في دقيقة. مش كده. أربعة بشاير واحد أعمال. 14 بوليس. نصهم الكاسيليكون. ونصهم ده تلاتة اتنين واحد واحد. وبعد كده سفره. يعني كده تحفظ. 27 سفر بتوع العهد الجديد يعني. هو السفر الوحيد اللي ما تختمش بكلمة امين. لانه مكمل. جهاد واعمال الرسل لسه مكمل لحد النهاردة. عشان كده حكمة الكنيسة. لما تيجي تقرأ. سفر الاعمال تقرأ امتى؟ تقرأ قبل السنكسار. وقبل الانجيل. ليه؟ لان سفر البراكسيس هو اعمال الرسل. يكملوا كتاب السنكسار. اعمال الكنيسة بقى اعمال الشهده والالدسين والبطاركة ومش كده. اعمال لسه مخلصتش يعني. عشان كده مكانه كده. ومن اهميته الكنيسة تقرأ كل يوم في كل قدس اللي هو الابراكسيس. كلمة ابراكسيس هي نفسها المعنى اليوناني لكلمة اعمال الرسل. لو عايزين نقسمه تقسيمة سهلة قوي في اية كده ممكن تقسم سفر الاعمال كله. رب المجد يسوع لما ادى البلان بتاع الكرازة للرسل قال لهم ستنولنا قوة متى حل الروح القدس عليكم. وتكونوا ليه شهودا. ورشاليم. اليهودية. السامرة. اقصى الارض. فلو يعز عن أن نقسم سفر الاعمال ممكن نقسمهم طب 26 كده. هتلاقوا في الاول خالص الكرازة ورشاليم ذلك. بعدين الكرازة تنتشر لليهودية. بعدين السامرة وبعدين الى اقصى الارض. فده ابسط تقسيم يسهل لنا سفر الاعمال. ممكن نقسمه كده 3 اجزاء. الكرازة في ايشاليم. الكرازة في اليهودية وثامرة. وبعدين الكرازة الى اقصى الارض. ده ممكن يسهل لنا لو عايزين نفاهمه اولدنا. اول انا ناخد كده فكرة سريعة عن سفل اعمال جري من غير الديتيلز اللي انتم وفوت كل قصة انا هقولها انتم عارفين الديتيلز التاح اول سبع اسحاط اللي هو اول عنوان الكرازة في قرشالين صح الاول مثلا نتكلم على صعود المسيح وبعدين اختيار متياس اللي صح التاني بتكلم عليهم البنتيكوستي حلول روح قدس والعزة بتاعة بطرس اللي جابت خمسين لصح التالت هيتكلم على شفاء المريض الاعرج اللي كان قاعد على باب الجميل اللي بقى يواربعين سنة مشلول وبعدها العزة بتاعة بطرس اللي خلت الفين تانيين يامنوا والابض على الرسل صح الرابع هتلاقي المجمع مجمع السنهدرين بيجيب الرسل ويهددهم ما تتكلموش بهذا الاسم مش كده فالرسل يخرجوا يكرزوا يملوا الدنيا كرازة وناس كتير تقامن وينتهي بيه جلد الرسل ويقفوا الرسل يصال اخر اساح الرابع لما يوقف الرسل يساله تزلزل المكان وفي الاخر خالص يتكلم على كانوا عايشين ازاي مع بعض اللي هو كل شيء بينهم كان مشتركا وان كل واحد كان بيجيب اموال ويبحها ويضع الاموال تحت اقدام الرسل نخش على اساح خمسة اول مشكلة حصلت للكنيسة قصة حنانية وسفير وقد ايه ربنا كان شديد فيها واللي عقاب بتاع ربنا كان يعني كان جامد لما بنيجي نفتح القصة دي ولادنا دايما بيسألونا هو ليه ربنا كان عنيف قوي كده مع حنانية وسفيرة ليه العقاب القاصي ده ما احنا طوله نهار الناس بتجذب على الكنيسة يعني هو ما اقوله كل واحد يجذب على كاهن ولا اسقف ولا يجذب على الكنيسة هيطوب بساكن في ساعتها ما بيحصلش يا ليه بقى كان العقاب القاصي ده في حنانية وسفيرة قالوكم كذا رب دي يعني ممكن تقولوا لولادكم لم يحسوا ان ربنا كان عنيف في النقطة دي اول نقطة الكنيسة كانت في اولها فلازم ربنا يقول دي كنستي مش كده دي بتاعتي دي تخصني النقطة التانية كان قادة الكليسة مين شوية صيادين غلابة فالناس هتستقل بيهم مين يعني يطلع بطرس مين ولا يعقوب ده عشان نعمل لهم كرامة ونحترمهم ونخف منهم يعني فربنا كان عايز يدي هيبة وكرامة ليه ولادهم من يكرمكم يكرم النقطة التالتة ليه ما نقولش ان الناس دول استوفوا وقت توبتهم يعني اكيد ربنا كان مطول باله عليهم بسنين ودي كانت اخر فرصة بالنسبة له لان اكيد كلنا عارفين حنية قلب ربنا لو كان ربنا عارف ان ممكن يطلعوا بالموقف ده توبة كان ربنا ادهم فرصة لكن كل ربنا يستخدم هذا العقاب القاصي لهم فوش فرصة يتوب تاني يبقى دي كان بقى ليه اعطيتها زمانا لتتوب ولم تتوب خلاص بقى دي كانت ثاني اخر فرصة بالنسبة لهم يعني فصاح خمسة حملية وسفيرة ويكمل بعد كده على معجزات الكتير اللي حصلت للرسل لدرجة النضل لبطرس كان يشفي الامراض وبعد كده حبس الرسل وملاج جي خرجهم ويقفوا قدام مجمع السنهدريم تاني يوم وقرروا يقتل الرسل لحد ما طلع واحد من مجمع السنهدريم معلم من يهود اسمه غمالة قيل وده كان استاذ بولس وطلع الرسل برة وقال لهم بمنتهى العقل لو كان العمل ده من الله يبقى هنوجد مقاومين لله لو من الناس سيبوها ينقض زي ماذا من معرفش مين عمل ايه ومين عمل ايه وكلهم عملهم نقط فجابوا الرسل جلدوهم ومشوهم وخرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا لاجل اسمه اصح 6 اول مشكلة داخلية تقابل الكنيسة اول حركة تزمر اول حركة تمرد داخل الكنيسة عدد المؤمنين امنوا كتير جدا بقى الرسل مش مكافيين فحصلت اول مشكلة داخلية نقص الخدام الحصاد كثير والفعلة قادرون اخوة الرب بتوع اليونانيين ما بتخدموش زي اخوة الرب بتوع اليهود هنا بدأت مشكلة رسيس تجوه الكنيسة او تعصبش معنى بتخدموا ارامل اليهود وما بتخدموش ارامل ايبقى انتم ما قصدين فاهمين وطبعا كان فيه اصلا المشكلة دي كانت موجودة حتة الاحساس بالنقص ما بين اليهود اللي منقص اليهودي واليهودي اللي منقص امميا او يونانيين الرسل حلوه بشكل بسيط خالص بسيطة لا اعمل ايه نزود عدد الخد ده فقالوهم اختاروا ستة ليهم صفات معينة ما منقيم الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن اختاروا ستة اللي كان مندونهم اسطفانوس اقاموهم امام الرسل فصاموا وصلوا واضع عليهم اللي هي دي ده مبدأ للكنيسة الناس بتختار والكنيسة هي اللي ترسم اختاروهم انتم فنقيمهم نحن صح ستة يكمل خدمة الشمامسة وبالذات اسطفانوس سبعة العزة الطويلة بتاعت اسطفانوس اللي وقف قدام اربع مجامع يقاوموا الحكمة اللي فيها لم يستطيعوا ان يقاوموا الحكمة اللي كان بيتكلم فيها انت بتجدف على موسى وعلى هذا المكان رح وقف يحكي لهم لخص العهد القديم كله في عزة واحدة في صح سبعة اللي انتهى برجم اسطفانوس دي كده اول برط فيها اول جزء اللي هو الكرازة داخل ارشاليم نبتلي بقى الكرازة في اليهودية بعد استشهاد اسطفانوس حصل اضطهاد شديد جدا لكل المسيحيين لدرجة ان كل المسيحيين اللي في ارشاليم تشتتوا مع عدد رسل يبقى كل اللي امنوا الالفات دي اضطردوا دي اول حركة اضطهاد ونفل للمسيحيين وتشتت للمسيحيين بعد الايمان بس كانوا ايجابيين جدا الكتاب يقول بقى الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة مدل ما يروحوا يعياتوا احنا اضطردنا وتنفينا وجايين اللاجئين والكلام ده بدأوا يكرزوا يعني وانتشرت الكرازة في كل مناطق اليهودية تمانية يتكلم على ايمان السامرة عن طريق شماس من السبعة دول اسمه فلوبوس ولازم نفرق بابيت فلوبوس ده وبابيت فلوبوس واحد من الاثناشر التلميذ ده حاجة وده حاجة ده واحد وده واحد تاني خالص فلوبوس واحد من السبعة الشامسة راح كرز في السامرة السامرة قابلت الايمان فرح بعد جاب بطرس ويحنى من قرشليم وضع عليهم الايادي في حل عليهم الروح قدس ودي برضو حاجة نتعلمها ان فلوبوس كان من حقه ان يعمد لكان من كانش يقدر يضع اليد ويمنح الروح قدس وكان ده كان عمل الرسل بس عمل الاسقفية مش عمل الكهنوت العادي فهمتوا؟ عشان كده راح بعد جاب بطرس ويحنى من قرشليم فوضع عليهم الايادي في حل عليهم الروح القدس وكان فيه طبعا ساحر مشهور هناك اسمه سيمون هو نفسه آمن ولما لقى بطرس ويحنى بوضع اليد بيحل الروح قدس ادهم فلوس وقال ادوني انا كمان القصة دي فبطرس قال له يعني التكن في الضدق معك للهلاك ومن ساعتها طلعت بضعة كده او بقى فيه بسمة في الكنيسة اسمه سيمونية سيمونية معناها واحد يدفع فلوس من اجل انه يبقى كاهن يعني دي بدعة اسمها بدعة السيمونية لما تقلوها كان يقولك وانتشرة في عهده السيمونية يعني كان الناس بتدفع فلوس علشان تاخد كهنهوت يعني يخلص اساح 8 بفلوبوس لما بشر الخصي الحبشي وزير كنداكا ملكة الحبشة 9 شاول شاول لماذا تضطهدني ظهور المسيح لبولس وإيمان بولس ويدخوله لدمشق وحنانيا بيعمده وإيمان بولس عشرة طب اخر تسعة اللي هو بوتروس بيقيم طبيسة من الموت عشرة بقى الى اقصى الارض احنا كده خلصنا جزئين اليهودية والسامرة دخلنا كده في اخر جزء اللي هو الى اقصى الارض يبتلي بصح عشرة اللي هو صح قبول الامم في الإيمان كان نليوس قائد مئة رجل روماني محب جدا لربنا صدقات واسوام فظهر له ملاك وقال له يا كنليوس صدقاتك وصلواتك صعدت امام الله طبع ما ليه قال له ابعت هاد بوتروس موجود في يافا يجي وهو بيبعت بوتروس كان بوتروس قاعد على السطح عند راجل اسمه سامعان الدباغ في يافا ظهرت له رؤية من السمم لاية نزلة فيها كل وحوش وطيور وحيوانات الارض يا بوتروس قد مسبح وكل حاشل يا رب فاني لما اكل شيء قط دنس او ناجس ما طهره لا لا تنجسه انت وكان هذا على ثلاث مرات بوتروس مش فاهم لما جوم التانين رح خلس قال له روح معه وما تخافش في السكة طبعا بوتروس فهم فلما دخل بيت كرنيليوس انتو عارفين اليهود ما يخشش بيت اممي ولا يأكل معاه ولا يسلم عليه وقال له يبقى ناجس فاول كلمة بوتروس قال له هو داخل الباب البيت ايه الكرنيليوس قال له انتم تعلمون كيف هو محرم عليه هو دي مش كده ان يلتص لكن انا جاي لان بس ربنا قال لي يعني ما طهره لا لا تنجسه انت احكي لما اللي حصل كرنيليوس حكى له اللي حصل قصة ظهور الملاك بوتروس بدأ يكرز حصلت حاجة غريبة جدا وبوتروس بيكرز نزل روح قدس من السماء وحل على الامة من اللي قدام ليه؟ في كل صحات اللي فاتت كت الرسل بيضع اليد المرة دي ربنا ما سبش بوتروس يضع يده عشان يحل روح قدس نزل روح قدس من السماء وتكلموا بلغات زيهم زي التلاميذ يوم الخمسين ليه؟ عشان ما يجيش يوم اللي ايام حد من اليهود يقول ان احنا لنا فضلة على الامم وان احنا اللي ادناكم من روح القدس وعشان برضو بوتروس نفسه على ما اظن يعني ان بوتروس كان محتاج حاجة غصبا عنه او حاجة برا ايده تقنعه ان الناس دول يتعمدوا وياخدوا الروح القدس ولا كان يفضل بالفكر اليهودي بتاع ما ينفعش فربنا والرابع نيه ان التساوي هو انتم التلاميذ في العلية ينزل روح قدس من السماء وتتكلموا بلغات ودي الامم كمان ينزل لهم روح قدس من السماء ويتكلموا بلغات زيهم زيكم مفيش احسن من حد عشان بعد شوية هتبقى فيه خناقة كبيرة ما بين كنيسة الامم وكنيسة اليهود اللي هي موضوع التهود احنا كده وصلنا لعش خلصنا عشرة حداشر برنابة راح دور على بولس لان برنابة راح كرس في انتاكيا وبعدد التلميذ كتير جدا في انتاكيا فلقى الخدمة كبيرة قوي فرح جاب بولس من ترسوس وخدموا وقعدوا سنة كاملة في انتاكيا اليه سوريا يخدموا وفي الاخر قرروا ان هم يطلعوا يخدموا بقى اتناشر ممكن نسميه هيرودس يعني ممكن ندي عنوان لإصاح اتناشر نسميه إصاح هيرودس ليه؟ في بداية اتناشر هيرودس ابض على يعقوب وقتله فده عجب اليهود فرح ابض على بطولس عشان قتله ان يعقوب؟ ان يعقوب هنا لاتقبض عليه وتقتل احنا عندنا لاتنين يعقوب في العهد الجديد مشهورين جدد عندنا كاز يعقوب بس فيه اتنين من النوم مشهورين قوي ان يعقوب بقى؟ يعقوب اخو يحنى يعقوب ابن زبدي اخو يحنى لكن يعقوب الكبير لو يعقوب اسقف ارشالين لو يعقوب كاتب رسالة يعقوب او يعقوب اخو الرب او يعقوب البار ده قصة تانية يبقى كان عندنا لاتنين يعقوب في نفس الوقت يعقوب اخو يحنى يعقوب ابن زبدي ويعقوب الكبير يعقوب البار يعقوب أخ الرب يعقوب أسقف أرشاليم يعقوب كاتب الرسالة ده قصة يبقى اللي تقتل هو يعقوب ابن زبل الموضوع عجب اليهود رح أبض على بطرس عشان يقتله كلكم عارفين القصة دخل ملاك فكر السلاسل وخرجوا هيروديس لقى السجن مقفول وما ميش بطرس فقتل السجلين برضو إحنا في لسه إصحاح حسبو إصحاح هيروديس ثلاث مواقف قتل يعقوب محاولة قتل بطرس المحاولة الثالثة بقى والقصة الثالثة اللي تخلص قصة هيروديس لما جم الأهل المدينة بتاعت السوريين والصيدوانيين أهل سور وصيدة ويتحايلوا على هيروديس لأنه المدينة بتاعته كتبتاكل وتشرب عن طريق كرة المالك لبس لبس المالك وقعد على كرسي وتكلب بمنتهى الكبرية فالشعب صرخ وقال هذا صوت إله وليس صوت إنسان فدود ومات لأنه لم يعطي المجد لله في حاجة غريبة في الآية دي المفهود أي إنسان طبيعي فينا يموت وبعدين يدود لكن ربنا عقب وعقاب أشد إنه يدود وبعدين غالبا جات له يعني نوع معين من القرح أو حاجة زي كده ينتشر فيها الدود لحد ما يموت كعقاب لي عشان هذا مش يعني إزلال عشان بس يعني كلمة هذا إله وليس إنسانيا صح يعني الناس هو قبلها وفرح بيها الكتاب يقول إيه فضربه ملك الرب فدود ومات لأنه لم يعطي المجد لله فرح بيها عجبته يعني كويس صح 13 الرحلة الأولى ليه بول السادسول خد برنابة وخد مع عمل مرقص وراحوا أبرص وفي أبرص خدوا الجزيرة بالعرض كلها وهناك قبله ساحر اسمه بار يشوع قاوم الإيمان فضربوا بولس آآ بالعمى في نص السكة وهم واخدين آآ أبرص بالعرض آآ مريمور استعب ورجع آآ أورشالي صح 14 يكمل الكرازة في منطقة آسيا الصغرى لسترا ودربة وآيقونية منطقة كرازة آسيا الصغرى بكل أحدث صح 15 مشكلة كبيرة لدرجة إن الكنيسة تعمل في أول مرة في تاريخها حاجة اسمها مجمع مسكوني كل الرسل اللي في كل حتة يجوه عشان عندنا مشكلة كبيرة ليه مشكلة التهود بقى عندنا نوعين من المؤمنين اللي كان من أصل يهودي وآمنوا بالمسيح ولا من أصل أممي وآمنوا بالمسيح اللي كان من أصل يهودي وبالذات الفرسيين اللي فيهم صعب عليهم إن إزاي الناس من الأمم يتعمدوا خلاص بقوا مسيحيين ده احنا شفنا الويل في اليهودية لازم يبقوا زينا يختتنوا ويعيشوا طقسة ونموس موسى بكل ما فيه كم سنة كده يتزلوا في اليهودية وبعدين يبقوا مسيحين الكلام ده ما عجبش الرسل إحنا كده بنقفل الباب قدام الإيمان قدام الكرازة فعملوا مجمع قرشريم ده أول مجمع في تاريخ الكنيسة ثانية خمسين ميلادية والمجمع كله تكلب بوتوس الرأيو بولوس الرأيو في الآخر يعقوب طلع بكونكولوجين كده إن هو كان رئيس المجمع وطلع بكونكولوجين ظريف خالص قال لهم ما نقدرش نتقل عليهم ما نقدرش نحط حمل عليهم لحنا ولا أبقنا قدروا يستحملوا إحنا بس نقول لهم يمتنعوا عن البيزيكس يمتنعوا عن المخلوق والدم وهم بزربح للأوسال لكن غير كده ربنا سوا بيننا وبينهم بالإيمان وذكروا حدثة كرنيريوس وبوليس قال إزاي الأمم قابلة الإيمان خلت بك مع أرشريم بدأت الرحلة التانية لبوليس ففي الآخر اتقسم نصفين فريقين بوليس خد سي لو طلع على أسية الصغرى وبرنابة خد مرقص وراح كمل فيه أبرص مرة تانية ليه مرقص رجع أراء كتير بتقول إنه تعب إنه جات له حمى ورجع ممكن يكون ما قدرش يستحمل مقاومة الخدمة كلسة شاب صغير وتفر في الآخر رجع لكن ده ده ما يقللش من حجم وقيمة مري مرقص لأنك هتيجي تلاقي بوليس بعد شوية يقول له احضر مرقص لي لأنه نافع لي ولا الخدمة ومرقص اللي معرفش يكمل أو ما قدرش يكمل الخدمة في أبرص ده بعد ما نزل من أبرص خد أفريقيا بالطول والعرض مش كده خد مصر لحد الحبشة وخد بالعرض كده مصر وليبيا وتونس يعني وبعد كده راح كمل خدم مع بوليس في روما لم قال ابعتوا لي مرقص أنا محتاج له لي وللخدم خمستاشر احنا قلنا بلاقي 16 بقى بداية الخدمة في أوروبا احنا كده خلصنا وصلنا طيبان خلصنا أسيا دخلنا في أوروبا من أول 16 أعبر إلى ماكدونيا وقعنا وأول بلد في أوروبا قابلة الإيمان كانت في لبي في اليونان 16 ده صح في لبي بنقابل في سجان في لبي بنقابل في ليديا بقعت الأرجوان بداية الكرازة في أوروبا 17 كمل الخدمة في اليونان وفي أثينا وفي الحادثة المشهورة بتاعة المسبح اللي مكتوب عليه الإله المجهول فقال لهم بقى الإله اللي أنتوا تتقونه ولا تعرفون أنا جاي بكلمكم به وكمل في تسالونيكي وأثينا لحد موصل لأريوس باغوس وهناك آمن واحد اسمه ديوناسيوس الأريوباغي قصة كده في تقليد الكنيسة مين ديوناسيوس الأريوباغي ده وليه آمن الأول أريوس باغوس ده كان مصرح كبير بيتقابل فيه كل الفلاسفة ويتناقشوا فيه ويعني أي حد عنده فكرة أو تعليم جديد بيقوله فده كان أحد علماء المكان ده لما بوليس اتكلم عن صريب المسيح وجاب سيرة الظلمة اللي حصلت وقت صريب المسيح بعد بخلص كلام ديوناسيوس خده وقال له أنا راجل عالم فلك وكان عندي مشكلة كبيرة بقى لي أكتر من عشرين سنة مش قادر أفهمها إن في يوم اللي يام حصل ظلمة حصل كصوف للشمس وما عنديش تفسير علمي يقول هو حصل ليه لكن لما انت قلت أنا رجعت التاريخ ده لديه نفس التاريخ اللي أنا مش فاهب هو ليه حصل فيه كصوف للشمس لو نفس التاريخ صليب المسيح ده يعني قصة كده في تقليد الكريسة طبعا مش في سفر عمال احنا وصلنا سبعتاشر هيا نتقرب من نخلص تمنتاشر بقيت الخدمة في اليونان برضو خد فيها فيها كرونسوس وبدأ فيها الرحلة الثالث تسعتاشر الخدمة في أفاسوس والقصة المشهورة بتاعت عظيمة هي أرطميسة التي الأهل أفاسوس الخناء اللي عملها ديمتريوس صانع هياك الفضة الأرطميس والثورة اللي عملوها ضد بولس عظيمة هي أرطميسة التي الأهل أفاسوس يعني عشرين احنا كده في الرحلة الثالث برضو كمل في مكدونيا واليونان وفي عزة من العزات بولس طول لحد الصبح لحد ما وقع عفتيه خص وقوامه من الموت في آخر أصح عشرين وده الجزء اللي هنعم عاليسة لسة بعد ما نخلص دي بقى اللي هو آخر كم قاية في صح عشرين بولس جاب الكهنة بتوع أسيا كلهم وقدة كده عزة ختمية قدة ريبرد عن خدمته لأنه كان عارف انه خلاص المراد راجع أرشالين ومشي عارف يرجع كراسته عشان يتقبض عليه في أرشالين فعلا صح عشر عشر لما وصل على أرشالين اتقبض عليه واليهود كان هيقتلوه فجي الأمير الروماني وخده وقبض عليه اتنين وعشرين بقى تلاتة وعشرين اربعة وعشرين لحد الآخر كده كلها محاكمات بولس مرة قدام فيستوس مرة قدام أغرباس مرة قدام برنيكي مرة قدام يعني كل الملوك بتوع المنطقة دي وهتلاقوا صح عشر عشر القصة لقيتلكم ومن نقعد سنتين في قيصرية متحددة قمت ومسجن برضو وبعد كده في صح عشر عشر قال لهم إلى قيصر أنا رافع دعواي وبتلت بعد كده الرحلة إلى روما سبعة وعشرين وهمما مسافرين لروما هتلاقوا السفينة بتنكسر مش كده ويرسوا على جزيرة ملطة وفي جزيرة ملطة كلكم عارفين القصة المشهورة بتاعت لما يعودوا يتدفى وتطلع حية تمسك في إيد بولس وبعدين ما يبوتش ويشفي أبو الأمير بتاعت ملطة والجزيرة تأمن به تمانية وعشرين هيوصل لروما ويععد في بيت هو يأجره النفس وتتحدد إقامته لمدة سنتين خلصنا سفر الأعمال ترجمة نانسي قنقر